السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم احباي ومتابعيني شايفين حبيبي القطيف دي هنسمي الله كده ونصلى على سيدنا محمد ونقول لك اعملناها ازاي دي بوايا قطيف انا عملتها بدأت كده معي حشوة من نوتلا هبدأ احشي بيها القطيف بتاعتي قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله كده ونصلى على الرسول ونقول لك اعمل ايه معي القطيف بتاعتي كده ومعي الشوكولاتة معي سوداني جوزهند سبيب هبدأ اعمل الحشوات اللي قدامكم دي عايزة تحشيها انت جبنة شيدر جبن نفيت اي نوع جبنة اي بلح طمر بتبقى جميلة جدا برضو انا بدأت كده احط حشوة الشوكولاتة في النص زي ما انتم شايفين ومن النص كده دوس دوسة بسيطة وارجع من الطرف كده بطراطف سوابعي اضغط ضغط كده جميلة عشان ايه اضغطها جامد ما تفكش في قلب الزيت وبتدي شكل جمالي جميل بالضوافل كده وبحرف الصبع كده شايفين حبيبي ما طالع عاملة ازاي بالشكل الجميل ده انا اعمل واحدة كمان بالشوكولاتة اوريكم برضو حشوة الشوكولاتة اما بنجي نحطها ازاي في القطيفة بدأت في النص كده بمعلاقة صغيرة هبدأ انزل الشوكولاتة بتاعتي في النص ما حاولش اجيبها على الطرف خالص باي شكل من الاشكال عشان ما تحروقش مني او ما تبص مني القطيفة بدأت كده خلاص افعلتها بالشكل اللي انه لطلقه عليه ده من الطرف واضغط علي ضغط تجامدة جدا جدا لطراطف سوابعي عشان ايه تضغط متفكش برضو التانية الثالثة هبدأ بقى اعمل سوداني وجوزهند وبالشكل انتو شايفينه اه في حاجة فيه ناس بقى متحبش الزبيب بتعمل بس جوزهند وسوداني ناس حاب عندي الزبيب بس كده وهكذا هبدأ يعمل بقى على حسب رغبات اللي عندي وبعارف اللي قدامي دول ايه وبايه تمام شايفين الشكل كده حبيبي ما شاء الله وضغط عليها ضغطة كويسة جدا طلع لطيف زي الفل حاجة كده بصراحة ماشاء الله وبدأ كده اميل بقى اللي هي بالسوداني ما حاولش اخلي ايدي معدولة اميل كده من الجنب اللي انا قفلته عشان ما يوقعش من الجنب الثالي بدأت حشية كل الكمية بالشكل ده هبدأ اعمل شوكولاتة تانية اوريكم برضو شكل الشوكولاتة بحطها في النص ازاي بدأت كده وهو مقفلة بقى من جناب في الاول خالص من جنب كده دي حشوة الشوكولاتة وابدأ من نص كده اضغط 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 حد تبقى مزبطة معي تمت تمام شايفين حبيبي شكلها السوداني طبعا من جنب بس واميل كده وابدأ اقفل من جنب التانية عشان ما ينزلش مني مرة واحدة شايفين شكله من جنب كده وابدأ بقى اميل ايدي شوية واضغط على الجناب كلها لحد ما توصل للاخر وكده تقفلت عليها ما شاء الله حاجة كده بصراحة كميلة تحفى بصراحة ابدأ كده الزيت عمدي سخن بقى بدأت انزل باللطيف بتعطي واحدة واحدة كده بالراحة عشان برضو ربنا يعافينا يعمي وابدأ كده ايه انزل الكميات بتاعتي كل يعمي نصها لحد ما تحمر معي حلو ما ديقش على نفسي عشان تحمر معي وتدي اللون الحلو ابدأ بقى بعد ما تدي لون معي دهبي كده ابدأ لبا ما سباش لما تبقى حمرة زيدة على لزوم عشان ما تنشافش معي وتجلد مع العسل انا عايزها تبقى زي اللي بتتبع بره بالزبط شايفين حبيبي انت بتشتريها تبقى بره ما بتبقىش مجلدة بتبقى طرية من جوه كده ومقرمشها من بره انا عايزها بقى تديني الشكل والطعم ده شايفين حبيبي لونها والشكل بس بقىش تاخد لون غمق خالص لانها تجلد معي لو قعدت دي بقى لو فضلت عندك شوية هتعرفي تكليع ان شاء الله لا تنسوش بقى شوفوا الفيديوهات بتاعتي ولو طعيف اللي قبل كده عشان تعجل لو عجبتكم اعملوا بقى اشتراك في القناة شايفين حبيبي منزلت كده بالدفعة التانية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هنزل بها على هتطلعها طبعا في الاول وبعد كده تصفي الزيت خالص ابدأ هنزله في العسل بتاعي ما انزلهاش بالعسل برضو مباشرة تنزل بس تصفي كده وتبع حلوة ابدأ هنزل بالعسل زمانتوا شايفين كده وصفي برضو في طبق تقديم كده وقدمها بطريعة شيك شايفين حبيبي شكلها حاجة كده بصوا مش عايزة يعني انا مش عارفة وصف لكم جمالة وبزات البالشوكولادة كانت حاجة كده تحفى جربوها بجد مش هتندموا عليها جميلة جدا 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 شايفين حبيبي ولا نازل ميناء زيت ولا اي حاجة كلها عسل ما شاء الله بتبغي عسل كده بشكلها تحفى شايفين اللي بالشوكولاتة ممكن ما تسقش الشوكولاتة عسل بتسيبها عادي سانا ولت ورها لكم برضو بالعسل شكلها هي ايه انا بحبها عن نفسي بالعسل شايفين ميناء ما شاء الله سكراها مزبوط والشربات انتوا عارفين طبعا كباية ونص على كباية ونص مية وفانيليا وعصرة لمونة بيبقى معي زي الفل شايفين كده اللي انا فاتح نصعت ايا فيه بالشوكولاتة شاء الله